الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن خطأين منتشرين جدا جدا في الصلاة وللأسف كتير جدا من الناس بيقعوا في الخطأين اللي احنا نقولهم دول بدون أي مقدمات كتير تعالوا نتعرف على الخطأين دول ورجاء لأن الفيديو ده مهم جدا أرجو أنكم تنشروا ليعني تساعدوا على أنه ينتشر ويوصل لعدد كبير جدا من المسلمين على وجه الأرض فتدلوا على الخير كفاعله بالنسبة لأول خطأ هو إن بعض الناس أو كثير جدا للأسف من الناس لما بيجي يدخل للصلاة ويلحق بالإمام بيلائي الإمام في حركة أو في وضع غير تكبير غير القيام يعني مثلا إنه لائي الإمام في الركوع أو السجود أو أي حاجة غير القيام الشخص ده بيعمل إيه؟ بيروح داخل في الصلاة على طول الله أكبر ويراكع على طول أو الله أكبر وساجد المهم إنه لحق الإمام في وضع أو ركن غير ركن القيام إحنا عارفين القيام الإمام بيقف يقرأ الفاتحة وما تيسر له من القرآن وبعد كده ينتقل إلى الركوع أو إلى السجود طيب لو الشخص لحق الإمام في الركوع أو السجود أو أي حاجة غير القيام للأسف بيضطر إنه يكبر تكبيرة واحدة وينتقل مع الإمام مباشرة طيب الصح إننا نعمل إيه؟ الصح إننا نكبر تكبيرة الإحرام اللي هي إيه؟ نقول الله أكبر وبعد كده نكبر تكبيرة الانتقال لأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة يعني إيه ركن من أركان الصلاة؟ يعني حاجة أساسية في الصلاة لو الصلاة بقت من غير الركن ده تبقى صلاة باطلة للأسف طيب نعمل إيه؟ زي ما قلنا نصلي عندما نلحق الإمام نكبر تكبيرة الإحرام أولا نقول الله أكبر وبعد كده لو الإمام في الركوع نكبر ثم نركع لو الإمام في السجود نكبر ثم نسجد فالمهم إنه يكون في تكبيرة الإحرام لدرجة إن الإمام أحمد رضي الله عنه قال إن بعض الناس لو لحق الإمام في الركوع يعمل إيه؟ يكبر تكبيرة واحدة ويركع على طول قال له لأ استنى إنت لازم تكبر تكبيرة الإحرام أولا لأنها ركن لو من غيرها الصلاة باطلة من غير التكبيرة دي لتكبيرة الإحرام الصلاة باطلة فلازم تكبرها وبعد كده تكبر تكبيرة الانتقال ولكن الإمام أحمد قال هنا لو كان الشخص ظن إن الإمام خلاص هيؤوم من الركوع فعلشان يكبر تكبيرة الإحرام وبعدين يكبر تكبيرة الانتقال يكون الإمام آم وبالتالي تضيع عليه الركعة فالإمام أحمد قال عليه أن يكبر تكبيرة واحدة وتكون هي تكبيرة الإحرام فإنها تجزيه في ذلك يعني إيه يقول الله أكبر وتكون دي تكبيرة الإحرام ويركع مباشرة بدون تكبيرة الانتقال ده في الوضع لو هو حسن للإمام خلاص هيقوم قبل ما يلحى يركع معاه في الحالة دي يكبر تكبيرة الإحرام فقط ولكن عند جميع العلماء لازم الشخص يكبر تكبرتين التكبيرة الأولى اللي هي ركن اللي هي تكبيرة الإحرام لأنه لو ما كبرش تكبيرة الإحرام الصلاة للأسف باطلة لا محالة باطلة أما التكبيرة الأخرى اللي هي تكبيرة الانتقال فهي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم فالمهم إن إحنا نكبر تكبيرة الإحرام ده كان الخطأ الأول والخطأ شائع فعلا بتلاقي للأسف كتير جدا من الناس جاي لأى الإمام بيركع وبيسجد الله أكبر ونازل أو بيركع معه لطول طب يا سيد كبر الأول تكبيرة الإحرام وبعد كده خش في تكبيرة الانتقال وصلم على الإمام فلازم ننتبه للأمر ده وأما بالنسبة للخطأ الثاني واللي هو منتشر أيضا وكتير جدا من الناس بيجهلوا الأمر ده أو بيقعوا في الغلطة دي بسبب إن هم مش عارفين الحكم وهي عملية القيام في الصلاة يعني إيه القيام في الصلاة القيام في الصلاة اللي هو إن أنا أصلي واقف دي عملية القيام في الصلاة والقيام في الصلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة في الصلاة الفريضة يعني في الخمس صلوات اللي إحنا بنصلوهم تجري ظهر عصر مغرب عشا الخمس صلوات دول لازم أقول أكون قائما أكون قائم في هذه الصلوات طيب إفرد أنا مش قادر وأوصاني بل أمرني الطبيب الثقة بإن أنا أصلي قاعد خلاص هنا قاعد ويعني يسقط عني القيام في الصلاة طيب الغلطة هنا فين الغلطة إن كتير جدا من الناس كسلا ده أو منتش عارف إلي بيحصل بتلاقيه قاعد وخلاص كده بيصلي وهو قاعد طيب إنت تعرف إن إنت لو إنت قادر على القيام في صلاة الفريضة يعني في الخمس صلوات اللي ربنا فرضهم علينا لو إنت قادر تأث ومع ذلك أعدت صلاتك للأسف باطلة معقول باطلة؟ آه والله باطلة لإن القيام ركن من أركان الصلاة طيب إنت ضيعته بدون أي سبب أو أي عذر يبا صلاتك باطلة ده في إيه في الصلوات الخمس المفروضة الخمس صلوات اللي احنا قلنا عليهم دول لازم تكون قائم لإن سيد النفس السلام أمرنا بالقيام طيب إفرد أنا مش قادر فقاعدا مش قادر فعلى جنب كما قال صلى الله عليه وسلم فالقيام في الصلوات المفروضة الخمس صلوات لازم تصلي وانت واقف قائما مش قادر يبقى يسقط عني هنا القيام وأصلي جالس قاعد يعني أو على جنب الهيئة اللي هي متاحة ليا واللي أنا أقدر أصلي فيها بكل أريحية وما فيش أي تعب ولا ضرر لي طيب إفرد أنا قادر على القيام ومع ذلك ما أمتش يبقى للأسف صلاة باطلة حتى أن العلماء قالوا أن في الصلاة غير الصلاة الخمس المفروضة يقول لو في صلاة نافلة وأنا عايز أقعد هو لو أنت أعدت برضو بسبب عذر أو أي شيء مرضي أو حاجة زي كده هنا بتاخذ الأجر كامل حتى في الصلاة المفروضة والأصل والركن الموجود هنا القيام في الصلاة المفروضة طيب إفرد أنا عندي عذر يمنعني من القيام بتقعد وبتاخد نفس الأجر إن شاء الله طيب تعالوا ننتقل للصلاوات النوافل صلاوات النوافل فيها القيام سنة لو قمت بتاخد الأجر كامل طيب إفرد أنت أعدت لعذر برضو بتاخد إن شاء الله الأجر كامل طيب إفرد أنا أعدت بمزاج مش عايز زائف قال العماء بإنك بتاخد نصف الأجر ولكن ده فين في صلاوات النوافل اللي هي السنن المؤكدة وغير المؤكدة إنما في الصلاوات المفروضة الخمس ممنوع صلاتك باطلة على طول لو أنت تركت القيام فدول خطأين منتشرين جدا للأسف بين كثير من الناس أرجو إنكم تساعدوا على انتشار الفيديو ده علشان يوصل لأكبر عدد من الناس واستفيدوا مما فيه إن شاء الله فتدالوا على الخير كفاعلة لا تنسونا من صالح دعائكم ونشوفكم على خير إن شاء الله فيديو جديد ودمتم في رعاية الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر